اهلا بكم مشاهدين الى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بالعنوين من المصدر اونلاين ميليشيا الحوثي تفرض مغادرة البلاد على المفرج عنهم من معتقلاتها من عدن الغد العاب النارية تحرق منزلا وتشرد اسرى في عدن ومن العاصمة المؤقتة ايضا سجن العريس السابع في عدن خلال اسبوعين اهلا بكم ليست مصادفة الحريق الذي شب في جزء داخل وزارة الاوقاف بصنعاء تقف خلف ذلك الحريق ارادة في اخفاء اذلة وبرهينة دين الميليشيا التي تريد السيطرة على الاوقاف وكلما خلفهم من من رغبوا ان يظل الخير قائما بعد وفاتهم وعنوان موقع الصحوانت ميليشيا الحوثي تحرق وثائق ومخازن وزارة الاوقاف في صنعاء حيث احرقت ميليشيا الحوثي الانقلابية مخازن وزارة الاوقاف في العاصمة صنعاء ودانت وزارة الاوقاف والارشاد الاعمال التي وصفتها بالاجرامية الممنهجة لميليشيا الحوثي بحق الوزارة وذكر بيان للوزارة ان الوزارة تدين بشدة امتداد الاياد الاثمة لاحراق محتويات المخازن من وثائق مهمة وملفات معتبرة ان هذه الجرائم تضاف الى رصيد هذه الميليشيات التي تحاول العبث بممتلكات الاوقاف بطريقة ممنهجة هدفها التغطية على انهيارتها المتسارعة في مختلف الجبهات قال البيان ان عملية احراق الوثائق والارشيف الوطني للأوقاف يحمل في طياته نوايا سيئة لخلق الاوراق بعد اقدام قيادات هذه الميليشيات على البسط على اراضي وممتلكات الاوقاف في مناطق مختلفة وبالتالي تأتي عملية احراق مخازن الوزارة للتغطية على هذه الجرائم التي تمس بالوثائق الوطنية وممتلكات شعب غريفث وموصلة الحل في اليمن تحت هذا العنوان كتب محمد علي السقاف مقاله المنشور في الشرق الاوسط مضيفا كانت هناك مخاوف كما يبدو عند البعض ان يتجاوز غريفث المرجعيات الثلاث التي تتمسك بها الشرعية من المبادرات الخليجية واليتها التنفيذية والنتائج مخرجات الحوار وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وهي المرجعيات التي اكدتها الاحاطة وعمد اجتماع الرياض الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بحضور رئيس وزراء الحكومة الى التأكيد على مرجعيات الحل السياسي في اليمن في حين وصف محمد عبد السلام المتحدث باسم جماعة الحوثيين المشاورات القادمة بانها عبارة عن تحديث افكار وليست مفاوضات حول حلول جادة وبذلك تتضح صعوبة مهام المبعوث الاممي في التقريب بين مختلف اطراف النزاع في الازمة اليمنية فهل يستطيع جريفث على الاقل النجاح في هذه المرحلة من المشاورات انتزاع تنازلات من مختلف الاطراف لاجراءات بناء الثقة بقبولهم اطلاق صراح المعتقلين وتسهيل مسارات الاغاثة الانسانية ووضع حد للتصعيد في الحديدة وابقاء البحر الاحمر خارج الصراع وفق ما ذكره جريفث نفسه يبدو ان هذه المهمة ليست سهلة ان لم تكن صعبة المنال وما لفت نظري ان المبعوث الخاص في حاطته القصيرة في مجلس الامن طالب اعضاء المجلس سبع مرات بدعم جهوده مما يظهر عكس ما هو مشاع بوجود توافق ان لم يكن كما كان يقال في السابق على اجماع دول المجلس في مواقفهم نحو الازمة اليمنية بخلاف مواقفهم من الازمات الدولية الاخرى لم تكتفي ميليشيات الحثي بسجن الابرياء لسنوات طوال بل انها وهي تفرج عنهم في صفقات تبادل اسرى تشترط ان يغادر بلادهم وان لا يذهبوا الى منازلهم ووفقا لموقع المصدر اونلاين فان 16 مختطفا مدنيا تم الافراج عنهم من معتقلة المتمردين الحثيين في صنعاء في صفقة تبادل وصلوا الى مارب قال مصدر الحقوق ان صفقة تبادل بين الحثيين وانصار الحكومة الشرعية تمت بعد وساطة وتواصل استمرت لمدة طويلة وتم بمجابها الافراج عن المختطفين الذين كانوا في معتقلة الحثيين مقابل عدد مماثل من المقاتلين الحثيين كانوا اسرى لدى قوات الحكومية ورغم فرحة المختطفين بالافراج عنهم الا انها فرحة منقوصة حيث تجبرهم بنود الصفقة على مغادرة احيائهم ومساكنهم في مدينة صنعاء التي ولدوا فيها الى الاراضي الخضعة لسيطرة الحكومة وفي الغالب تكون مارب محطتهم الاولى ليبحثوا عن الية الاستئناف الحياة واللقاء بعائلاتهم في ظروف تمكنهم من قضاء اوقات طبيعية حرموا منها لفترات طويلة ويضطر المختطفون المفرج عنهم الى نقل عائلاتهم من صنعاء الى مدينة مارب ليجدوا انفسهم في مواجهة مرحلة جديدة من الابعاد القسري والشتات عن بقية العائلة كما يواجهون متطلبات الحياة باهظة الكلفة وصف موقع مسند الانباء الدور الذي تقوم به مصر العربية بانه دور صامت وعنون الموقع مصر الشريك الاكثر هدوءا في الازمة اليمنية هل ستترك هدوءها في البحر الاحمر يقول الموقع ان معارضة مصر عن القيام باي مشاركة في اليمن تتجاوز الوضع الحالي وتأتي من تجربة سابقة حيث فقدت حوالي 25 الف جندي عندما ارسلت قوات عسكرية الى اليمن في السبتينيات وقضت تلك الحملة العسكرية البلاد الى مواجهة كارثية اقتصادية في الداخل ومن اجل ذلك حرصت القاهرة على الحد من مشاركتها في العملية البحرية والدعم الجوي في النزاع الحالي على الرغم من التوسلات السعودية بالمشاركة بقوات برية لدى مصر مصلحة راسخة في اليمن وإلا لم تكن لترسل قواتها في السبتينيات لكن بخلاف السعودية التي تشترك في الحدود مع اليمن فان المصالح المصرية ليست على الارض ولكن في البحر وتحتاج مصر الى الحفاظ على حرية الملاحة في جميع انحاء البحر والتي تمتد من قناة السويس المصرية في الشمال الى باب المندب في الجنوب وهو مضيق ضيق طوله 20 كم فقط ومع ذلك فقد تجبر الاحداث الاخيرة القاهرة على نشر القوات التي رفضت ارسالها في السابق ففي يوليو هاجم الحوثيون سفنتين سعوديتين وقالوا انها سهن حربية فيما قالت المملكة انها ناقلة نفط في الحرب اليمنية تطير الرؤوس وتتكدس الاشلاء مثل خرق ملطخة بالدم وتفرغ بطون الاحياء وتضمر اجسادهم بينما لا يزال الحوثي يصمم على الاستمرار فيها لحساب ايران ومطامعها هذا جزء من مقال كتبه حسن العديني ونشرته صحيفة الخليج تحت عنوان عن الحروب واخلاقيتها للحرب وجهها الرهيب فيما تخلفه من الدمار والدماء وما تسببه من الام ومناحات لكنها تخفي تحت ذلك الوجه عروقا ضاجة بعشق الحياة فقد فتحت الحاجة الى تطوير السلاح افاقا واسعة امام التقدم العلمي من تصفيح الحديد الى تكسير الذرة وما تلاه من انجازات في هذا الحقل ومعلوم ان اختراعات كثيرة تتم في معامل شركات صناعة السلاح ثم يكون تعميمها على الصناعات المدنية حين تنتهي الحاجة الى الاحتكار كان ذلك شأن الكمبيوتر الذي ظل سرا محفوظا لدى البنتاجون لزمن غير قصير وبالطبع ليس لهذه العروق المختفية تحت الوجه المرعب وجود في البلدان المستهلكة لتكنولوجيا السلاح ولوازم الحرب على ان الحرب ليست دمارا مطلقا او طوفانا يجرف ما في طريقه لا يبقي ولا يذر لان الانسان والاديان وضعت لها ضوابط وقيدتها بقيام واخلاقيات حتى صارت مهنة النبلاء والفرسان في اغلب العصور وغدا معها للجندية شرف لا يكون التخلي عنه إلا جالبا للازدراء والاحتكار وفي الحروب القديمة تلازمت الفروسية والبطولة الفردية ورجح التفوق فيهما كفة الجيوش دون إسقاط عدد الجندي وكفاءة القادة في إعداد الخطط والاستراتيجيات والتكتيكات البارعة وهذه على عكس سابقاتها ما زال الاعتماد عليها يتزايد في الحروب الحديثة فمن عصر البارود أخذت الأشياء تتبدل وتطورت أدوات القتال ولم يعد إطلاق الرصاص من وراء المتراس يغني عن الوقوف في وجه السيف ولم يعد المدفع يشابه المنجنيق إلا في استيهائه الفكرة ثم بلغ التطور مدى بعيدا إلى الصاروخ والطائرة وإلى الحرب الإلكترونية والفضائية إن ممارسة الحرب عن بعد لم ترفع مستوى الأمان فإن قوة التدمير ارتفعت بمقادير يصعب حسابها وبات في مقدور أي قوة عسكرية صغيرة إلحاق الهزيمة بجيش عرامرام لكن هذا ليس قدرا محتوما على الدوام لأن العقل البشري لا يكف يبتكر وسائله وتكشف نظرية أرنولد توينبي عن التحدي والاستجابة حضورها في كثير من منحنيات التاريخ نجى منزلهم من الحرب ولم يدمر في معركة تحرير عدن التي استمرت لأشهر لكن أسرة في عدن فقدت منزلها في أيام السلم وعنوان موقع عدن الغد ألعاب النارية تحرق منزلا وتشرد الأسرة غربي عدن قال الموقع تسببت ألعاب النارية أطلقها أطفال ثاني أيام عيد الأضحى في إحرق منزل خشبي بمنطقة عمران الساحلية غربي محافظة عدن قال عضو مبادرة شباب الخير علي معروف إن حريقا شب في أحد المنازل الخشبية التي تقطنها أسرة فقيرة مكونة من أربعة أطفال ما جعلها في عداد المشردين وأضاف معروف أن الأسرة تعيش وضعا إنسانيا صعب بعد أن تسبب الحريق في إطلاف غرفة نومهم الوحيدة وبعض الفرش والملابس والأغذية ودعا الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية إلى مساعدة هذه الأسرة وتقديم المساعدة لها لكونها الآن مشردة وبلا مأوى عريس سابع في سجون عدن منذ أقل من أسبوعين والسبب الضيوف كما يقول موقع عدن لانج مضيفا أن شرطة التواهي اقتدت عريسا من وسط الاحتفال الذي أقيم في أحد أحياء المدينة بعد قيام ضيوفه بإطلاق النار في الهواء بكثافة معرضين حياة السكان للخطر ومثيرين هلع الأهالي واستيائهم هذا وكانت إدارة أمن عدن قد عممت مطلع أغسطس الحال بيانا حذرت فيه من إطلاق النار في الهواء وقالت بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية الفورية بحق كل من يثبت تورطه في عمليات إطلاق النار لأي سبب كان وهو الإجراء الذي ساهم بشكل لافت في الحد من عمليات إطلاق النار في المناسبات وفي سياق متصل لقي سائق جرار مصرعه يوم أمس برصاص رهجع فيما كان يعمل في منطقة الشيخ الأثمان وجرى إبلاغ ذويه الذين طالبوا باستلام جثاته بعد تأكدهم من سبب الوفاة فيما شرعت الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق في الجريمة بغية اعتقال مرتكبها بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردت الصعف العربية والعالمية فابقوا معنا أهلا بكم من جديد قالت العرب الجديد أن سكان مدينة تاعز استقبلوا عيد الأطحى بفرحة كبيرة بعد أن فتحت السلطة المحلية بالمحافظة قلعة القاهرة التاريخية أمام الزائرين في أول أيام العيد بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات جراء الحرب يقول المواطن عبد الله محمد إن افتتاح القلعة شكل حدثا هاما لدى سكان تاعز الذين يحلمون بعودة الحياة إلى المدينة التي تعاني من ويلات الحرب منذ فترة طويلة ويؤكد محمد للعرب الجديد أن أعدادا كبيرة من الزوار توافدوا إلى القلعة ما أعاد إليها ألقها بعدما حولها الحوثيون إلى ثقنة عسكرية يضيف تعرضت القلعة لأضرار كبيرة جراء الحرب وتمركز المسلحين فيها وكانت شاهدا على حقمة تاريخية مضت مدير عام صندوق النظافة في تاعز حسين المقطر قال إن أعمال التجهيز لإعادة افتتاح قلعة القاهرة أنجزت في وقت قياسي وبذل خلالها الفريق العامل جهودا مضاعفة من أجل الافتتاح في يوم العيد وأضاف أن فريق العمل رفع المتارس وكميات كبيرة من الأتربة والحجارة ونفذ حملة نظافة وإزالة آثار الحرب من القلعة بدعم من صدوق ومكتب الأشغال العامة بالمحافظة دفتر حضور وانصراف من ثلاثة ألاف السنة تحت هذا العنوان كتب زاهي حواس وزير الدولة لشؤون الآثار المصرية السابق مقاله المنشور في الشرق الأوسط مضيفا بدأنا حفائر أول بعثة أثرية مصرية في وادي الملوك الشرقي عام 2007 وكشفنا أولا عن التكنات التي عاش فيها العمال الذين بنوا ونحتوا ولونوا المقابر بالوادي وهي عبارة عن أكواخ عثر عليها أمام مقبرة الملك توت عنخ آمون مباشرة وقد كشف هيوارد كارتر عن بعض من هذه الأكواخ وقد اتضح لنا أن العمال الذين كانوا يعملون بالمقابر كانوا يبيتون بالوادي الشرقي داخل هذه الأكواخ أما العمال الذين عملوا في الوادي الغربي فكانوا يأتون من دير المدينة وهي مدينة العمال إلى الوادي الغربي في الصباح الباكر ويعودون في المساء ومن الغريب أننا كشفنا عن العديد من الكتابات الخاصة بالعمال ومنها العديد من الجراف فيت المرسوم عليه رسومات لحيوانات ولكن أهم ما عثرنا عليه هو دفتر الحضور والانصراف الخاص بالعمال مثل ما يحدث اليوم في الهيئات والمصالح فكان على العامل المصري القديم عندما يأتي للعمل أن يوقع بأول حرف من اسمه أمام رئيس العمال وهذا أول دفتر للحضور والانصراف أو بمعنى أصح أقدم دفتر يحثر عليه حتى الآن ويعود تأريخه إلى نحو خمسة آلاف عام وقد كشفنا أن بعض العمال الذين يجلسون في الوادي بعد انتهاء العمل يفكر بعضهم في زوجته أو حبيبته ولذلك وجدنا عاملا يقوم برسم صورة محبوبته على قطعة من الحجر ويبدو أنها كانت على شيء من البدانة أو أن العامل لم يكن ماهرا في الرسم طالبت النيابة العامة في سعودية بإصدار حكم الإعدام لخمسة نشطاء من المنطقة الشرقية كما أورد موقع شبكة البي بي سي منهم النشطاء الحقوقية إسراء الغمغام بتهمة تتعلق فقط بنشاطهم السلمي بحسب تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش ساراليا مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة علقت بالقول كل إعدام مروع لكن السعي إلى إعدام نشطاء مثل إسراء الغمغام وغير متهمين حتى بأعمال عنف أمر فضيع لكن من هي إسراء؟ تتساءل البي بي سي ثم تجيب بالقول ناشطة حقوقية شيعية من منطقة القطيف عرفت بنشاطها ومشاركتها في المظاهرات التي انطلقت في 2011 في المنطقة الشرقية التي كانت تطالب الحكومة بإيقاف سياسة التمليز ضد الشيعة وقامت بتوفيق تلك المسيرات والمظاهرات ونشرتها في وسائل التواصل الاجتماعي تضيف البي بي سي اعتقلت مع زوجها موسى الهاشم في ديسمبر 2015 بعملية مدهمة مفاجئة وهما معتقلان حاليا مع آخرين في سجن بالدمام منذ ذلك الحين وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش نقلا عن نشطاء حقوقيين سعوديين أن إسراء قد تواجه عقوبة الإعدام لتكون بذلك أولى امرأة سعودية يحكم عليها بالعقوبة القصوى بسبب نشاطها الحقوقي وسيكون ذلك سابقة خطيرة وتهديدا للناشطات المسجنات حاليا اللواتي ينتظرن صدور الحكم بحقهن حلم غريب لامرأة مسنة في ولاية ماين الأمريكية تحقق على يد ابنتها كما تقول صحيفة القدس وهو إلقاء القبض عليها من قبل رجال الشرطة فقد اتصلت أن دومونت بإدارة الشرطة في مدينة أوغوستا تطالب بإلقاء القبض بلطف على أمها التي أتمت الثالثة والتسعين عاما لم يسبق للأم أن ألقي القبض عليها من قبل لكنها من أشد المعجبات بمسلسل كوبس وكادت تتساءل كيف هو شعور أن يلقى القبض عليك وبعد مرور يومين على ذكرى ميلادها أتت الشرطة لباب منزلها لتنفذ عملية التوقيف ووصفت أن أمها بأنها كانت امرأة سعيدة للغاية حين رأت الضباط وراحت تعانقهم وتجلس في الكراسي الأمامية والخلفية لسيارتهم الأم المسنة لم تقتد لإدارة الشرطة لكن ابنتها صرحت بأن تخصيص ضباط الشرطة قسما من وقتهم لزيارة أمها كان كل ما حلمت به وأكثر وأضافت لا تحب أم السفر لذا فمن الطريف أن قصتها تسافر الآن في كل أنحاء البلاد حين قمت بذلك الاعتقال اللطيف المدبر أصبحت عملة فينزويلا بوليفار عدمت القيمة تقريبا بعد تسجيل ركود اقتصادي شديد واستطاع مصور وكالة رويترز للأنباء إظهار مدى تأثير التضخم المال الكبير على البلاد من خلال ابتكار صور توضح قيمة الطعام والأدوات المنزلية اليومية جنبا إلى جنب مع كم الأموال التي تسويها نشاهد بالصور بعض الصلاع وجوارها قيمتها من الأموال التي يحملها الناس عبر عربيات نقل ترجمة نانسي قنقر بدون كلمات يعبر فنانو الكاريكاتير عن الأحداث وعن وجهة نظرهم حول القضايا ليكون تعبيرهم أبلغ أبرز ما نشرته الصحف نتابعها في فقرة الكاريكاتير ترجمة نانسي قنقر بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نلقاكم غدا بإذن الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر